لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود القرآن يرتب لك عداواتك من هو عدوك؟ هل عملنا بهذا الترتيب ووقفنا عند هذه الآية؟ هل عرفتها الدول في سياستها وحاولت أن تقنن قوانينها السياسية وعلاقاتها الدولية بناء على ما قرره القرآن وما ذكره الله في هذا الكتاب؟ هل أصغت الأمة لهذه الآية فعرفت من هو العدو الأول ومن هو العدو الحقيقي ومن هو الصديق ومن هو الأخ ومن هو القريب؟ هل الأمة عرفت عدوها؟ وأول خطوة من خطوات النصر؟ اعرف أدوك اعرفه من هو ما إمكانياته؟ ما أوصافه؟ ما الثغرات التي تكون فيه ضعفاً حتى تلج إليه منها؟ ما خطورته؟ ما أسليبه؟ ما أدواته؟ ما غايته؟ ما منهجه؟ من يجند؟ ومن يشتري؟ ومن يبيع؟ كل ذلك لو عرفناه من خلال آيات القرآن الكريم لأرحنا أنفسنا من عداوة بعضنا لبعض من عداوة الأخ لأخيه المسلم هو لم يكفره إذن هو مسلم ومع ذلك يعاديه ويهاربه هو أخوه المسلم لكن يموت جوعاً أمام عينيه فلا يطعمه ويفعل بالأموال ما يريد الشيطان من الترف والفسوق والفجور إذن القرآن يريد أن يضع في قلوبنا قاعدة ثابتة لا تتغير وهذه القاعدة مؤكدة بعدة مؤكدات لتجدن أي الأمر موجود على الواقع وليس مجرد كلام لو بحثت في الكرة الأرضية وبحثت عن عدوك الأول والنون من معانيها هنا التأكيد لتجدن أشد الناس هناك عدو وهناك أشد وأشد من أفعل التفضيل أي أعلى مرتبة في العدوة لمن؟ للذين آمنوا اليهود ما داماً آمنوا لابد أن يكون أشد عدو لهم من؟ اليهود إذا خرج الإيمان من قلوبهم لا يكون أشد عدو لهم؟ اليهود نعم لا حول ولا قوة ولم يقتصر على جنس وإنما قال أشد الناس كل الناس كل الناس دخل فيه الملاحدة والمشركون والنصارى كلهم دخلوا بعد ذلك فصل ذكر اليهود هم الأول ثم عطف عليهم المشركون ثم استثنى بعض النصارى أنا أريد أن أسأل هذه الآية ما مقام أولاً عند من يفتون في قضية الجهاد وفي قضايا الأمة الكبرى وفي قضايا التصدي لهذا العدو الحقيقي الأول هذه الآية أين هي؟ من حفظهم من تدبرهم من قلوبهم من إيمانهم من العمل بها هذه الآية أين هي في المعسكرات؟ ماذا في عداوة يقابلها ماذا؟ حرب وجيوش ومقاتلة أين هي؟ هل أصحاب النواشين يحفظون هذه الآية ويعرفونها؟ هل عملوا بمقتضاها أشد الناس عداوة؟ عندما نقول فلال أشد عدو لك ما الذي ستفعله؟ ستعد العدة وتبحث عن الثغرات وإذا تحرك تضربه قبل أن يتحرك لأن دائما السبق هو الأصل والهجوم أفضل من الدفاع هل تدرس هذه الآيات آيات العداوة في الجامعات العسكرية؟ هل تدرس في جامعاتنا؟ هل الطالب يعرف من هم اليهود؟ هل الضابط العسكري يعرف من هم اليهود؟ وما هي عداوتهم؟ عندما يقول أشد الناس عداوة ما معنى ذلك؟ استعدوا لهم عادوهم احذروا عداوتهم إياكم وأن تقتربوا منهم لأن هذه عداوة دائمة وثابتة أقرها القرآن وأكدها لا يمكن أن تزول بحال من الأحوال إلا إذا انتقلوا من اليهودية إلى ماذا؟ إلى الإسلام فكأن كل مؤمن لا بد أن يقر بهذه الآية بأن أشد الناس على الأرض عدوا له هم اليهود من شك في ذلك أو رأى غير ذلك فليبحث عن إيمانه لعله خرج من القلب وقد لا يعود إليه